السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى عن نبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين النهاردة معنا جندي مصري قام بقتل واحد وعشرين جندي إسرائيلي لقب بطل سيناء جندي مصري واحد أمام كتيبة إسرائيلية وهو الرقيب أيمن محمد حسن ولد في محافظة الشرقية عام 1967 ونشأ في محافظة الزكازيق دخل أيمن الجيش المصري عام 1988 وانضم إلى سلاح حرس الحدود ثم سارية الاحتياط المقاتل في قطاع وسط سيناء بدأت قصة البطل عندما رأى أحد الجنود الإسرائيليين عام 1990 وهو يمسح حزاؤه بالعالم المصري واشتعل الغضب في قلبه بعدما رأى الجندي الإسرائيلي وهو يمارس الجنس مع مجندة إسرائيلية على العالم المصري فقد نجح البطل المصري في عبور الأسلاك الشيكة على الحدود مع إسرائيل ثم قام بعدات كمين عسكري للاختفاء بداخله وعندها لمحته سيارة تحمل إمدادات وأغزية فقرر أن يتعامل معها فقام بقتل سائقها ثم فوجئها بعدها بسيارة أخرى تابعة للمخابرات الإسرائيلية في طريقها للمطار النقب وكان يقودها ضابط كبير بردبة عميد فقام بقتله وتبين عقب ذلك أنه كان يعمل بمفاعل ديمونة النووي وبعد ذلك فوجئ المجند المصري باقتراب أوتوبيس يحمل جنودا وفنيين عاملين بمطار النقب العسكري الإسرائيلي يمر عبر بوابة أمن المطار الخارجي في طريقها نحوه ومن هنا اتخذ البطل المصري أيمن حسن من الأوتوبيس هدفا لعمليته العسكرية وبمجرد اقتراب الأوتوبيس منه أطلق الرصاص على سائقه وأفرغ في صدره خزينة سلاحه كاملا ثم وصل الأوتوبيس الثاني ويحمل بداخله ضباط مطار النقب العسكري الإسرائيلي وقام بإجراء مناورة لتمويه حتى يشاهد الضباط الأوتوبيس الأول مضروب فيتوقفه وليحاوله إنقاذ ركابه الجرحى وبالفعل توقف الأوتوبيس فقام بإطلاق النار عليهم إلى أن لقى الصائق مصرعه كما لقى أربع ضباط أخرين مصرعه ولم يتوقف أيمن عن إطلاق الرصاص إلا بعد إصابته بطلقة سطحية بفروة رأسه وبعدها تماسك حتى نجح في الاختباء ومواصلة إطلاق النار عليه وقاب القائد المنطقة العسكرية الذي قال له أشعر بالفخر لما قمت به وتمت بعدها محاكمته عسكريا وحكم عليه بالسجن عشرة سنوات إلى أن خرج في عام 2000 وتزوج بابنة خالته وعنجب محمد وفارس وندى وبكده نكون وصلنا لنهاية قصة البطل أيمن محمد حسن لا تنسوا الصلاة على النبي محمد ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد نشكركم على حسن استماعكم لنا وصلام الله عليكم ورحمته وبركاته